صباح الخير او مسألة خير يا برج الحمل نخش على الطاقة العامة على طول انت تغيرت مش تغيرتي للأسوأ انت تغيرتي للأحسن فجأة بدون اي مقدمات من واحدة بتزن لوحدة هدية طبعا ما بعبش على الزناني خالص اوكي عشان بس ما حتيجي يقول لي يعني ايه بتزن من واحدة بتطلب طلبات كتير جدا لخلق اي حاجة بترضى بيها نبدي مثال تاني ما كنتيش محجبة اتحجبتي تغير عموما يعني او كنت محجبة قلعت الحجاب بدأت تهتم بنفسك او بدأت انت كمان تهتم بنفسك بقيت يتم بحالك فهو استغرب ايه ده ايه التغيير المفاجئ ده وانا جاي امشي تقومي متغيرة بص شايفك ايه شايفك ان انت حرفيا مساوتر على حياتك وان انت مبسوط جدا مفيش حاجة هتمشي همشي هتبعد هبعد هتروح لطرف ثالث هروح لطرف ثالث مش لازم الطرف الثالث يا جماعة يكون خيانة ممكن يكون عرض اخر متقدم لي وانا مرتبطة ولكن اذا شخص اللي انا مرتبطة معاه شخص مش كف مش كويس فانا عايز اسيبه عشان العلاقة كانت ببايزة فانت اتغيرت يا برج الحمل اتغيرت وما بقتش بتاع زمان ما بقتش الشخص اللي ممكن يكون ممكن تكون مثلا كان كل ما هيجي تتمسك فيه مثلا ما بقيتش كده بقيت يتمب نفسك وتسيب كل حاجة بقى ورا دهرك حرفيا وانك عايز تبتدي بداية جديدة وباصص لقدام مش لورا عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط وانا هفضل كده لأ طب خلي بلك بقى انا عندي طرف تاني يالله يا عمس مفاجأة مش كده مفاجأة طب هو شايفك كده انت شايفه ازاي بقى بص بقى فيه اختلافات ما بينكوا على فكرة فيه اختلافات قوية كمان ممكن تكون في التفكير انت شايفه انه هو شخص مش عايز اقول خدعك ولكن هذا الشخص رحل مرة وحدة بدون ادنى مقدمات فجأة 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 رحل من هذه العلاقة شوف الجمال شوف العلاقة اربع عصيان ورد ومسكين ورود وبنحب بعض قلبت آآ قلب سوري قلب الصبحة بسانية في السانية قلب عليك انت شايفه شخص ايه ده ايه اللي ايه اللي ايه اللي خلاك تعمل ده كله ما انتش فاهم عشان كده انت زي ما تكون مش مصدق انت مش مصدق اللي بيحصل ده حقيقة ده حقيقة انت مشيت من العلاقة فاهم انت حقيقة انت فعلا نهيت مرة واحدة الشخص ده قفل عليك ما نور لو هو قفل عليك اعملك بلوك وكده كله حاجة فجأة مرة واحدة قفل عليك ممكن يكون الشخص ده اكتشف ان انت فيه حد مقدملك عرض وممكن تكون مثلا قلتله بالليل انا متقدم لي واحد ام اعملك بلوك من غير ما يسمع من غير ما يعرف التبرير ماشي انه شخص عنيد وما بيقبلش حد يهزمه اصلا اصلا ما بيقبلش حد يهزمه وما بيقبلش حد يقوله انا ماشي هو اللي يمشي بس هو عنده شخص تاني عنده شخص تاني على فكرة فانت شايفه ان هو اختفى مرة واحدة وهد المعبد علي فيه موت المشاعر الحلوة موت الاستقرار كل حاجة واقع كل حاجة واقع الروسيان دي خليها رملة لا مع ذلك هو مع ذلك هو ما شايف شايفة ان انت شخص اتغيرت بس هو اعتقد يا برج الحمل لو فيه طرف ثالث بقى السمرز ده لو هينطبق عليكم هو شعر ان انت اتغيرت للطرف الثالث ده مش لي هو خالص مش لي هو خالص طيب فيه اختلفات ما بينكم مش عارفة علي اختلفات دينية ممكن ممكن تبقى اختلفات دينية ولكن ممكن تبقى اختلفات عادي يعني فكرية ممكن تبقوا اتنين شبه بعض ولكن اختلفات فكرية طب ايه الشيء اللي هو عايز يعملوه بص بقى بص بقى وركز معي الشخص ده عايز يشتغل على علاقة علاقة قديمة او جديدة هو ما يعرش حتى الان هو حتى الان محتاج بصورة يشتغل على علاقة وعايز يبتدي علاقة اصلا وعايز ينهي الصراع ده بقى كفاية بقى كفاية هو فيه صراع ما بينكم فاقيما كل ما تيجي تتكلموا مع بعض بتتخنقوا حاجة زي كده يعني كل ما تيجي تقوله كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طيقك وكده ويقفل سكة في وشك ويمشي فهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة سواء معك بقى او مع حد اخر ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة حتى الان ولم ياخد ذلك القرار بس بكل بساطة لكن هو كل منيته ان ينهي هذا الصراع سواء كان ببداية معك او ببداية مع غيرك بقى ويمشي ويسيبك انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع خدعك مشي من العلاقة مرة واحدة وانت بجد عايز تغير على فكرة برج الحمل مش زار وان كنت ما تغيرتش ابدأ انت شخص جميل اوي على فكرة وعندك عندك 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 ما شاعر التهيير انت عايز تغير حياتك انت شاعر ان العلاقة دي ايوا ايوا انت شاعر ان هذه العلاقة كانت علاقة مملة او مش مملة مش مملة بالمعنى الحرفي ولكن كان بينقصها شيء ايه هو بقى مش عارف تحط ايدك عليه يعني هي فيها استقرار فيه اتنين اهم وقفين اهم مبسوطين بس في حاجة جوه العلاقة دي كانت نقص ممكن تكون انت كنت مش 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 فاهمها مش فاهم او انت او انت مش فاهمها حاجة زي كده ولكن انت الان في ثوبك الجديد عايز تتغير وده فعلا بص ده التمرس مع المشن ده الساحر يعني تغيير واضح وصريح وكل اللي هشوفك يقولك انت تغيرت انت عايز تستقر يا برج الحمل عايز تستقر تعايز ممكن نقول ايه تعايز تتجوز وتبتلي بدايك دي ده بقى كفاية بقى فيه ازمة فيه ازمة انت عايز تتخلص منها وترتاح بقى ترتاح وتقعد مالك كده زمانك تخلص من الخناء الفاضية دي تشعر ان هو كل ما تروح تكلمه يروح ضحك كده ومش راضد عليك طب ليه عام بتاني معي كده اول مش طيق مش عايز اشوفك تاني مثلا وعلى فكرة برضو ممكن تكون علاقة سلسية ممكن تكون علاقة سلسية هو عنده طرف لكن انت مش عارف عندك طرف ولا هنشوف النصيحة في الاخرى هنشوف الكلام ده لكن انت عايز تغير حياتك انت عايز تستقر انت عايزة تبقي ام عايزة تتجوزي انا بالزبط انت عايزة تتجوزي انا مش بعزة والشخص ده ممكن يكون كل ما الشخص ده ما كانش واضح بالزبط الشخص ده ما كانش واضح معك كان فيه غمود من ناحية مشاعره ما كنتش فاهمه هو عايز جواز ولا عايز لعد عياله ولا انت عايز ايه بالزبط مش راضي يوضح لانه فيه طرف تاني في العادية العلاقة فيه طرف السورية الثالث عشان كده ما كانش واضح ما انت مش فاهمه هو بيعمل كده ليه وعادين من كل شوية يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح ما انتش فاهم فيه ايه ايه يا عم اعمال تخرج وتيجي تخرج وديجي انت انا تعبت عشان كده وحاس ان انت اتغيرت اتغيرته ومستعد انك تذني حياتك من غيره خالص انت ممكن تلغيه تمسحه باستيكة انت جايلك عرض على فكرة صح كده انت جايلك عرض خطوبة ده اللي هنشوفه تاني تجايلك عرض خطوبة عرض زواج صريح فيه شخص جاي يقولك تعالى على بقى انا انا متقدملك وشخص شخص حلو قوي انت عايز تستقر عايز تستقر وتتقدم الامام وتترك تلك العلاقة تترك تلك العلاقة فا 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 لكن هو هو عايز ياخد قرار شخص ده متردد وعنيد وما بيرساش على بره ويتعب هو تخصص تقريبا كده بيتعب اللي حواليه وخلاص بس يغش في العلاقة يتعب اللي حواليه ويمشي يديك شوات مشاعر يحسسك بان انت ملكت الكون في ايدك وبعد كده يجري يا عام عايز ايه انا معرفش انا عايز ايه انا معرفش انا عايز ايه انا معرفش انا عايز ايه انت ممكن تكون بتتعامل مع اه برج اه ايه يا ربي برج الحوت القوس اه برضو وبرج هوائي وبرج مائي وبرج الدلو وبرج اه برضو ايه هنشوف تاني وسرطان السرطان والطور سرطان والطور طيب هذا الشخص بقى وده الغريب بقى ده الغريب اللي انا عارفة ان المعظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتستقل الشخص ده ممكن يكون بيين لك بيين لك ان هو مهمل وانه مش بتاع جواز مثلا وانه شخص متردد وكان فيه طرف ثالث وكلام ده ولكن كانت هذه العلاقة بالنسباله اه علاقة زا ستار وعلاقة جميلة جده وتحقيق امنيات هي كانت امنية امنية في ايه بقى هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة والله مش هزاري يعني تمكن تكون مش شايف ده وشايف ان العلاقة عشان كده هم متردد يا برج الحمل عشان كده مش رضي يرسك على بار انت كل ما تقوله احنا هننهي ولا هنرجع فهم مش عارف محتار لان هو شايفك الاس اوف كابس والاس الفانتكالس انت حقيقة في حياته انت حب وشايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حكا حلوة هتبقى علاقة مصمرة شايف كده هي كانت امنية بالنسباله هذي العلاقة كي هو شايف كده دي وجهة نظره انما انت وجهة نظرك انها علاقة فيها فيها صعوبات بالضبط زي ما اقولتلك في حاجات فيها ندم فيها ندم في شخص بيدي ويجري شخص بيندم اللي معاه على انه دخل معه علاقة اصلا هو ده المعنى الدقيقي يعني وشايف ايه كمان بالضبط انت شايف ان هو كان معلقك وكان ما كنتش فهمه ايوه هو شخص مش مفهوم غامض شخص غامض شخص غامض مش مفهوم شخص متحكم قوي مسيطر ويحب يسيطر على اللي معاه قوي ويمشي على كيفه وانا غامض وهفضل غامض انت متتحكميش فيا لو راجل انت متتحكميش فيا لو بست ملكش دعوة بي انا قرر وقت ما قرر وكان معلقك معاه وهو بارد شخص بارد ما بيحسش اوكي انت عايز تمشي بقى عايز تبص لحاجة تانية انت بصص لحاجة تانية مش بقولك انت في حد ما قدلنك عرض انت بصص لشئت اخر عايز تمشي وترحل من هزلة بقى ممكن يكون لان هو شايفها كده فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معك بعد كل الليلة دي كلها كده عايز بداية جديدة ولكن لم يقرر بعد ممكن في شهر التمانية ما يقررش خالص طيب النصيحة ايه بقى طيب بص يا برج الحمل والكلام ده تاخد بي او ما تاخدش بيه العلاقة دي علاقة ثلاثية اوكي ااا طرف ده عنده طرف تاني مع ماشي ااا بيني وانت عندك عرض في حد مقدم لك عرض اوكي النصاحة بتقولك امشي بقى من وجه القلب ده انت موجوع على فكرة وموجوع مش ظهر فامشي بقى من واجه لقلب دم وخد قرار حازم بالرحيل خد قرار حازم انت مش عارف انت كمان محتوار خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى بالزبط لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل رح له لان ده العرض الصح ده قدرك ربنا بعت لك عرض لطيف لو متقدم لك شخص تاني خطوبة علاقة تانية علاقة جدة علاقة جدة مش يظهر على فكرة دي لو شخص متقدم لك فدكرتك اصلا دكرتك ارجع بقى لاصلك والذاتك وقفل على الموضوع ده تماما خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده ده وجع قلب الشخص ده هيفضل يروح ويجي ومش هيستقر لانه شخص متردد وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه فانت تقول له بص انا هريحك انا مشي اعمل تعمله بقى انا رايح لعرض تاني انا رايح لحد تاني في حد تاني احسن في حد تاني احسن لاكتر ولا اقل الموضوع صعب الموضوع صعب طبعا الموضوع صعب طب نشوف لك كده لو في عرض تاني العرض ده ايه عشان برضو نبقى متكدين هلا هناك عرض اخر هتعايز تنزلي احا احا اتفضل يا سيدي اتفضل يا سيدي على الاستقرار توقم الروح يا سيدي يا سيدي يا سيدي يلا يا عم بفت خطوبة انت عايز تتجاوز مش بقول لك انت عايز تتجاوز او انت عايز تتجاوز اصلا مش لازم تكون دي سيدي يعني لو راجل بيتفرق بتعايز تستقر لان هنا برضو عندي الراجل اهو بص ده جزدي ده جزدي اصلا فلو انت راجل يلا يا عم خش على دي على طول خش عليها وقول لها مساء الخير مساء الخير فضلت كوباية يلا انطلق يا برب الحمل انطلق هذه العلاقة فيها وجه قلب شخص ده اه اه شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجات وكانت نجمة ولكن هو مش هيتغير هيفضل الشخص الحيران هيروح ويجي يروح ويجي ما بينك وبانطرف اخر طب وعلى ايه انا ماشي انا ماشي همشي لعلاقة تانية انا عايزة استقر عايزة اتجاوز عايزة راحة مش عايزة وجع قلب عايزين الكارت ده يبقى مقلوب يا برب الحمل مش عايزين ده ده وجع قلب ارحل من وجع القلب انا هعتبر الكارت ده مقلوب يا برب الحمل هعتبره مقلوب هعتبرك هتوعد عليك بعض الفيديو ده انك تقلب الكرت ده وترحل من هذا الشخص ترحل منه تماما اوكي خلينا متفقين على كده خلينا متفقين علي انك راحل من هذا الشخص في توأمروح جايلك في توأمروح جايلك في شخص تاني هيجيلك لكن هذه العلاقة علاقة سلسية وهتكتشف ان انت احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرف هتلاقي خطب او دخل في علاقة تانية احتمال وارد احتمال وارد يعني مرسي جدا يا برج الحمل اتمنى ما تكونش ازعكتكم واتمنى ما يكونش يعني انا عايزاكو يبقى مشاعركو يعني ده كارتك راح فين كارتك انا عايزاك تبقى شبه الراجل ده ده كارتك اصلا انت لو جالك حد من برج الحمل شبهك خده عشان ده توقع مروحك خد الكرار بقى ورحل من هذه العلاقة يا رب تكون الكرار عجبتكم الكرارة المرة الست ومئة اشتركوا في القناة